السلام عليكم معكم علي أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد إذا كنتوا المرة تشاهدين القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعام الفائدة نتكلم في هذا الفيديو عن 20 جملة وعبارة في اللغة الإنجليزية كما نعلم أفضل طريقة لحفظ الكلمات وضعها في جمل بالتالي أستطيع أن أستخدمها بشكل صحيح ومع الممارسة والتدريب أستطيع أن أتحدث وأكتب في اللغة الإنجليزية إذا تعلمت المفردات الوحدة بدون جمل مع الوقت تجد نفسك لا تستطيع أن تكتب أو تتحدث لذلك حفظ الكلمات في جمل وحفظ جمل وعبارات أفضل طريقة لزيادة رصيد من الكلمات والعبارات في اللغة الإنجليزية تابع معاين نهاية الفيديو هناك الكثير من المعلومات والملاحظات التي تفيدنا في اللغة الإنجليزية المحكية والمكتوبة لدينا أول مجموعة من هذه الجمل والعبارات كيف أقول أنت مغرور، متكبر، متعجرف، متغطرس لاحظ يعني أفضل ما أحفظ أرغانت الوحدة أحفظها كجملة كيف أقول حساسية؟ ألجي ألجي تقول I have allergy عندي حساسية كيف أقول خذ وقتك؟ يعني خذ ما تحتاج من الوقت، الوقت المناسب لك take your time take your time إذن خذ وقتك، يعني خذ راحتك والوقت المناسب لك كيف أقول لماذا تكذب علي؟ معاتوا أنت كذاب why do you lie to me؟ لاحظ why لماذا؟ lie يكذب to me تكذب عليه إذن بعد lie حرف الجرب يكون to lie to me يكذب عليه يكذب عليه lie to him يكذب عليها lie to her lie to them يكذب عليهم وهكذا إذن هنا على حسب الضمير اللي نستخدمه كما نعلم لدينا سبع ضمائر بحالة المفعول به why do you lie to me؟ لماذا؟ تكذب علي you are a liar أنت كذب أو أنت تكون كذاب لاحظ liar liar كذاب جاء من كلمة lie lie يكذب liar كذاب نفس الجملة الأولى لاحظ you are arrogant أنت مغرور إذن هذه adjective بتكون صفة بينما نفسها you are أنت تكون وضعنا a لماذا؟ لأن layer لدينا noun بيكون لدينا اسم إذا كان اسم نضع a أو an you are a liar أنت كذب why do you lie to me you are a liar كيف نقول لا تعجبنا أسعارك يعني أسعارك دائما تكون غالية we don't like your prices لاحظ price سعر دائما نضغط على الحرف P price وضعنا S prices أسعار we don't like your prices لا تعجبنا أسعارك نقرأها مرة أخرى you are arrogant allergy take your time why do you lie to me you are a liar we don't like your prices كيف نقول كريم أو سخي أو معطاء generous generous مثل نقول he is a generous man هو رجل معطاء أو نقول مباشرة he is generous هو سخين كيف نقول لطفل خليك مؤدب أو مثلا صديق نقول له لا نقول لك مؤدب ابتعد عن المشاكل behave yourself behave yourself إذا كان طفل يعني نخليك مؤدب إذا كان صديق ابتعد عن المشاكل behave yourself كيف نقول هذا ليس عدلا that isn't fur that isn't fur يعني نقول هذا أو ذاك إذن ذاك أو ذلك كيف نقول لا تكن عنيد لا تكن متعنت لا تكن متعنت don't be stubborn don't be stubborn stubborn بمعنى عنيد don't be لا تكن don't be stubborn لا تكن عنيد أو متعنت كيف أقول أعمل لي معروف أو سوي لي معروف do me a favor do me a favor favor معروف do me a favor سوي لي معروف نعيد مرة أخرى generous behave yourself that isn't fur don't be stubborn do me a favor generous behave yourself that isn't fur don't be stubborn do me a favor كيف أقول ضع نفسك في مكاني يعني تخيل نفسك في مكاني put yourself in my shoes نعرف shoes حذاء لا أقول في حذائي ضع نفسك في حذائي لا المقصد أنه ضع نفسك في مكاني يعني عيش اللحظة لكون أو عيش موقفي put yourself in my shoes ضع نفسك أو تخيل نفسك في مكاني أو موقفي أو حط نفسك في موقفي عندي غمازة واحدة غمازة تكون عندنا على الخد I have one dimple dimple غمازة one dimple غمازة واحدة two dimples غمازتين وهكذا I have one dimple كيف نقول ماذا تفعل هنا يعني شو تسوي هنا what are you doing here what are you doing here يعني إذا كان عندنا A and G حاول G تلفظها على الخفيف أو ما تلفظها what are you doing here ماذا تفعل هنا يعني عشان سرعة الكلام لا نقول doing إذا قلناها عادي مو غلط صح كيف أقول عاجز عن الكلام يعني ضع الكلام I'm speechless I'm speechless إذن أنا عاجز عن الكلام نحن نعرف speech خطاب جاء من كلمة speak يتحدث ويتتكلم speech أصبحت اسم وضعنا less أصبحت العكس I'm speechless كيف أقول لا يمكنك أن تهزمني You can't defeat me You can't defeat me نكرر مرة أخرى put yourself in my shoes I have one dimple what are you doing here I'm speechless I'm speechless You can't defeat me كيف نقول لا تخاف يعني لا تخاف Don't be afraid Don't be afraid نعرف أفرد خاف Be afraid يكون خاف Don't be afraid لا تكون خاف كيف نقول ندعم بعضا للبعض في وقت الحاجة We support each other in times of need نعرف We نحن support ندعم each other بعضا للبعض في أوقات الحاجة In times of need لاحظ In في times أوقات of need الحاجة كجملة واحدة We support each other in times of need كيف أقول أنا أتقلب كثيرا في الليل I toss and turn a lot at night I toss and turn a lot at night كيف أقول كيف الأمور ماشية يعني كيف الأحوال بشكل عام How's it going How's it going كيف أقول لا تظاهر بأنك لا تعرف يعني لا تدعى بأنك ما تعرف لا تدعى بأنك لا تعرف Don't turn a blind eye يعني أنه تسكر عيونك أو تسكر عينك إذن بمعنى لا تظاهر بأنك لا تعرف Don't turn a blind eye نعرف eye عين blind أعمى blind eye عين عمية Don't turn a blind eye لا تظاهر بأنك لا تعرف نعيد الجملة مرة أخرى Don't be afraid We support each other in times of need I toss and turn a lot at night How's it going Don't turn a blind eye لاحظ بعد Don't نستخدم Be ننتبه لهذه الملاحظة Don't هي اختصار ل Do Not أيضا نحفظ each other بعضنا البعض ننتبه How's هي اختصار ل How is يعني يمكن اختصرها أو اكتبها بشكل كامل لكن الأفضل دائما يكون لدينا بشكل مختصر دائما أثناء الكتابة دائما أثناء اللغة المحكية أو المكتوبة يكون مختصر أفضل لسرعة الحديث في اللغة الإنجليزية بهذا الشكل أنهي ندرسنا هذا اليوم تكلم فيه عن 20 جملة وعبارة في اللغة الإنجليزية أفضل طريقة لاستفادة من هذا الفيديو نكتب هذه الجمل والعبارات في دفتر وحاول أكررهم لأن أتعلمهم أو ممكن تصور نفسك فيديو بكل جملة تتدرب أن تقول هذه الجملة وتشاهد نفسك مرة أخرى على الهاتف بهذا الطريقة تستطيع تطور من لغتك الإنجليزية وتصبح لديك جرأة على الحديث في اللغة الإنجليزية ودائما أحاول أكرر الجملة خمس مرات كتابة وحديثا بهذا الطريقة يصبح خطي في اللغة الإنجليزية أفضل وأتدرب على الكلمات وأيضا أستطيع أن أتحدث في اللغة الإنجليزية وأزيد من فراداتي بشكل عام أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا واشتراكم بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو ووضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته